ملايين الأطفال لا يعرفون متى ستأتي وجبتهم التالية أو ما إذا كانت ستأتي هكذا تبدو أغلب التقارير الصادرة عن المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في وصف الحالة التي وصلت إليها البلاد من مجاعة شديدة أكبر أزمة إنسانية في العالم حد وصف الأمم المتحدة تعيشها اليمن حيث يوجد ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص على حفة المجاعة منهم خمسة ملايين طفل وبحسب المنظمة الأممية أيضا فإن ثلاثة من بين كل أربعة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات غذائية في العام الأخير من الحرب وصلت المجاعة إلى أعلى المستويات حيث شهدت بعض مناطق البلاد مجاعة حادة دفعت بسكانها إلى تناول أوراق الشجر كما حدث في منطقة أسلم بمحافظة حجة ومنطقة الأزارق في محافظة الضالع أسباب المجاعة هي الحرب الدائرة في البلاد منذ أربعة أعوام وما شهدته من حصار داخلي من قبل ميليشيا الحوثي وحصار خارجي من قبل التحالف والقيود التي فرضت على الواردات ما أدى إلى تفاقب الحالة الإنسانية الصعبة اتهامات المنظمات الدولية ألقت المسئولية بشكل أكبر على التحالف من خلال تأخير وصول السفن المحملة بالوقود وعرقلة نشاط الموانئ في المقابل قامت ميليشيا الحوثي بمنع ومصادرة المواد الغذائية والإمدادات الإغاثية وعرقلة أصولها إلى المواطنين كما فرضت قيودا مشددة على العاملين في مجال الإغاثة وتدخلت في إيصال المعونة هذه الإجراءات دفعت القائمين على العمل الإغاثي إلى التوقف عن تقديم المعونة اللازمة وتعطل نشاطهم في بعض المناطق بسبب هذه القيود الأمر الذي أسهم كثيرا في تدهور وضع السكان المدنيين لم يتوقف الأمر على الحصار الداخلي والخارجي من قبل ميليشيا الحوثي والتحالف في تفاقم المجاعة فقد زاد الأمر سوءا توغل الفساد في الوسط الإغاثي حيث تم بيع المعونات الإغاثية ولم تصل إلى مستحقيها كما صودرت الكثير منها من قبل الميليشيا الإنقلابية